السيئة الخير عليكم رمضان كريم وكل سنة و أهل مصر بخير رمضان جاي غريب شوية النهاردة أو السنة دي تحديدا ليه طابع مختلف يمكن مش حاسينه قوي زي كل سنة حاسين رمضان ناس تقول فيه كآبة ناس تقول فيه فيه خنقة فيه عزلة إنما في الآخر أول رمضان يعدي علينا في حياتنا كل الأجيال اللي فاتت يعدي عليهم بالطبع ده مختلف شوية إن شاء الله ربنا يزيح الأزمة ويفكها على خير ومصر تفضل بأهلها إلى يوم الدين في رخاء وفي سبات وفي ترابط أنا شايف إن فيه ترابط كتير قوي في أهل مصر ما بينهم ما بين بعض دولة بتساعد أهالي بتساعد جمعيات خيرية بتساعد كلنا جنب بعض شايفين ترابط غريب شوية ما شفناهوش على مرة الوصور أي نعم إحنا مفتقدين طابع ديني في وسط شهر ديني ولين طباع مختلف عن شهور السنة إلا إنه برضو من كتر الألفة اللي في المصريين ما بتحسش دقوي وإن شاء الله تتزاح الجمة مش عايزة أقول عليكم عايزة أرحب بيكم في حلقة جديدة من دفتر أحوال دفتر أحوال هو البرنامج الخدمي المعتمد على إنه إزاي نساعد بعض إزاي نوصل الصوت من المواطن للمؤسسة أو للمسؤول إزاي نكون في مجتمع بيخدم بعضه بدون أزمة وبدون مشاكل بدون يعني وصايت النهاردة عندنا يعني في الحلقة أنا النهاردة جالي ضيف أنا عزيزة على قلبي شخصيا بيساعد مصر كل واحد في قطاعه بيساعد مصر بالطريقة اللي هو يفهم فيها فكان فيه على المستوى الشخصي معرفة بضيفي النهاردة وكنت بسأله وهو بيعيد عليها بصراحة بتعمله إيه مع مصر في الأزمة اللي احنا فيها حكالي كتير قلتوا قطع ما تيجي نقول ده على الهوى تعال نشوف كل واحد في مهنته بيساعد إزاي البلد وبيوقف جنب البلد إزاي خلوني أرحب بضيفي وضيف برنامج دفتر أحوال المهندس إهاب إسحاق أهلا وسهلا أهلا بيك شرفتني الأول ربنا أخليك وبعيد عليك تاني أقولك رمضان كريم ورمضان ده من أحب الشهور في السنة دي ناكل إيه حلو إيه يعني هو ده طابع المصريين وده طابع أولاد البلد آآ بنساعد مصر ووقفين جابا مصر صح مصر دي بلدنا طيب ما فيش حل إن احنا لازم نساعدها عن حب ده أكيد هي في دمنا ما عندناش حل تاني عندي أسئلة كتير قوي عايز أسألها لكن ممكن سألتك في بعضها وقلتلك نوقف وخلينا نكمل الأسئلة دي على الهواء الأول آآ عاملين إيه آآ في موظفين الشركة مع أزمة كورونا يعني ممكن آآ الأزمة دلوقتي حصل إنه العمالة ما بتشتغلش مرتبات شبه بتقف آآ في كساد عاملين إيه على الطبع الشخصي الأول بس ده هو طبعا موظفيننا دول آآ إحنا بنعتبرهم آآ رأس مال الشركة حلو قوي الله حلو قوي ونحافظ عليهم ده واحد من الأساسيات في شركة جرافوس مهم جدا إحنا نحافظ على الموظفين بتاعنا وبالتالي آآ سلمتهم ورضاهم هو أحد آآ العوامل الأساسية كإدارة لازم نحافظ عليها آآ أول مظاهرة الأزمة بتاعة كورونا بلغنا لكل الموظفين تشتغل من البيت وده طبعا ساعدنا التكنولوجيا الموجودة عندنا في جرافوس إن احنا نقدر نشتغل من البيت نخدم موزعيننا نخدم شبكة المشاريع اللي احنا شغالين فيها بدون أي قلق على السوق نحن ننفذ كل المشاريع ما فيش أي مشكلة خالص كل موزعيننا موجودين متواجدين في الماركت نحاول نكمل كل المشاريع المفتوحة في العاصمة الإدارية ما فيش أي تخفيض للمرتبات حصل للموظفين بتاعنا سواء عندنا أو سواء عند الموزعين احنا نتكلم في عدد تقريبا فوق ال500 موظف ما بين جرافوس وموزعين جرافوس ومعتمدين وخدمات السيانة وخدمات ما بعد البيع كله بيشتغل مهما كانت مصر في أزمة احنا لازم نقف جنبها ولازم نقدر نبزل أقصى مجهود ولو كان مجهود نعمله مضاعف في الفترة دي عشان نوقف مصر عاجلها كلام جميل قوي بجد ابتدت دي المهندس إيهاب إسحاق مصر هتقف جنب موظفينها وأبنائها حتى تخفيض المرتبات مش في حساباتكم وده كان نداء من مجلس الوزراء لكل الشركات الكبيرة وكل الشركات القطاع الخاص في مصر يعني أقفوا جنب موظفينكم للفترة وفي المحنة أول ناس ابتدتوا بدا وبتساعدوا بدا خليني أسألك على المستوى المهني عملنا إيه المصر بنعمل إيه المصر بنساعد مصر إزاي أنا ببصلها من ناحية نحن نحافظ على معدلات تنفيذ المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها دي إمتش مهمة جدا أو صورة مهمة جدا لازم نوضحها للعالم إن احنا شعب مختلف مهندسين مختلفين مهندسين بياخدوا ريسك إن هم يروحوا المشاريع ويشتغلوا بيواجهوا الكورونا أعتقد بنفس الليفل بتاع الزباط الشرطة والجيش والصحة ده كانت طبعا ده كانت للصف الأول لكن المهندسين في المواقع إن هو بيروح وبيتحمل العمل الشواك وفي ظروف مختلفة وغير طبيعية أعتقد إن إحنا لازم ندعمهم إن إحنا نوصل منتجاتنا بأسرع وقت إحنا دايما أنا والتيم بتاعي في اتصالات مع المصانع بتاعتنا ندي أولوية للمشاريع المفتوحة خاصة في العاصمة الإدارية والعالمين لأنه توجه رئاسي وتعليمات من مجلس الوزراء إن إحنا عايزين ننفذ المشاريع دي وما نخلش بالمعدات الزمانية فيها تمام في مشاريع كتير مفتوحة كمان مع جرانفوس في محطات معالجة صرف الصحي أكبر محطة معالجة صرف الصحي في العالم بتتنفذ في مصر وجرانفوس هي اللي بتنفذها لأ خليني أسألك لأ ده ده موضوع مهم جدا إحنا بنعالج في مصر مياه الصرف الصحي؟ أكبر محطات معالجة صرف الصحي في العالم موجودة في مصر وأنا دايما ببقى فخور لما متواجد في أي مجتمع دولي وأقول إن إحنا عندنا أكبر أو بنبني أكبر محطات معالجة صرف الصحي في العالم أكبر محطة هتنفذها دلوقتي محطة بحر البقر خمسة مليون متر مكعب بردية إيه ده؟ أنا دي معلومات جديدة على سمعي لحقيقة جد أول مرة يكون عندي معلومة إن إحنا عندنا أكبر محطة صرف صحي يعني تحلية المياه دي من يومين كان فيه افتتاح أحد إحدى المحطات المحسمة وأعتقد خلال سنة من دلوقتي هيبقى فيه عندنا أكبر محطة صرف صحي شغالة في العالم طب المحطة دي دورها بتعمل إيه؟ بتحول المياه لصرف الصحي اللي كان بتتصرف في بحرة المنزلة لمياه معالجة بتستخدم في الزراعة وبالمياه دي هنقدر ننقلها تحت قناة السويس ونعمل تعمير لسينة في مجال الزراعي تقريباً متوفر تقريباً مياه دي؟ خمسة مليون متر مكعب في اليوم دول اللي هم يعني خليني أنا النهاردة ما بفهمش في التقييم الخمسة مليون متر مكعب دول يكفوا قد إيه أو يعملوا إيه؟ حسب طبعاً نوع الزراع اللي أنت تستخدمها بس يعني نقدر نقول الزراع أراضي يعني يروي أراضي ممكن تزرع ربعمائة ألف أو خمسمائة ألف فدان دوليهم علاقة بمشروع الدولة المليون ونصف فدان؟ دي أحد النقط اللي فيها توسع توسعات في الزراعة المليون ونصف فدان اللي بتواجه الرئاسة في شمال سيناء في شمال سيناء طب خليني أسألك أنه يعني كده معتمدة كلياً أنه ما أخدش من مية النيل لا كل الزراعة أغلب الزراعة اللي في مليون ونصف فدان والمشاريع اللي احنا نفذناها يأما أبار عميقة بتاخد من المنسوب الجوفي أو المخزون الجوفي للمياه المصرية أو معالجة صرف صحي أو حسب لكن أغلب الزراعات اللي تستخدم في المليون ونصف فدان مش اعتماداً على النيل لأن احنا طبعاً عندنا تحافظات أن احنا نستخدم مية النيل لأن احنا عايزين نتوسع دول العالم متهاري كلها ما تعتمدش على أنهارها في الزراعة أكتر من أنه أبار يعني مثلاً احنا شركة دنمركية أساس الشركة كانت مدخات الغطسة ومدخات الغطسة دي أصلاً بتيجي منها الأبار بتطلع مية من الأبار بتطلع مية من الأبار نحنا واحدة احدى الشركات اللي ابتكرت لقونأ المؤسس للشركة هو اللي ابتكر فكرة أن يطلع مية من البير ييطلع مية من البير يروي ديها يزرع بيها يستعملها في كل لأن دنمرك من الدول يحصل فيها تجمت في الأراضي أغلب السنة فأنه هو يوصل لليوم مية والنهر ويزرع منها صعب جدا أنا عايز أقول لك أنا الخبر ده على المستوى الشخصي طمنني في الأزمة يمكن ده خبر بالنسبة لي صار أنه أزمة دايما في ذهن المصريين أزمة أصل سد النهضة ده الواحد خبر يطمن أنه أنا النهاردة كمية مياه كتير بيتم إهدارها في الزراعات وفي غيره إذا ده تم ده بيوفر كتير جدا على مصر أعتقد إحنا ممكن نواجه الأزمة بطرق كتير جدا أول الطرق أننا توسع في الراي بالطنقيت أتوسع في الراي بالأبار أتوسع في أننا أرشد المياه الطفل الصغير وهو بيطلع من بيته لازم يتعلم يعني إيه ترشيد مياه ثقافة كل الأجيال ده دعيما اللي بنادي على كل النطاقات وكل المجالات الثقافة إزاي تتعامل مع في كل مجال في المجال الطبي في المجال الإقتصادي في الديني الثقافة إنه يكون عندك إدراك ثقافة تتعالي بأحد أحد المجالات اللي لازم يكون فيها ثقافة إزاي أتعامل مع المياه إزاي أتعامل مع في حياتي عموما مع الكهرباء مع كل التقاط اللي هي صعبة بتهيقلي علينا فأنت بتوفر لثقافة جديدة وثقافة مختلفة إحنا خدنا في المدرسة زمانة فتكر مصر وهبة النيل صح وقالوا لأ هي مصر وهبة النيل والمصريين صح فإحنا لازم نحافظ على النيل ونفكر إزاي نعمل محطات تحلية إزاي نوفر نرشط في استهلاك المياه في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل يمكن تخلي النيل ده ربنا يبارك فيه أكتر وأكتر ثقافة جديدة كل شخص بيحب مصر بشوفه بيساعد مصر في مجاله بدون الرجوع بيابتكر بيعرف يابتكر مصر فيها كتير أو مبتكرين صح إنت بتواجه ده وشايفه في حياتك إنه كتير أوي عايز يساعد مصر مش عايز منها عايز يديها حاس إنها بديته كتير وعايز يديها إنتوا عايشين بنفس النطاق البنية التحتية في مصر بنساعدها إزاي إحنا أغلب المشاريع المعمولة بنية تحتية جرانفوس بتتشرف إن هي بتورد فيها بنقدر ننقل التكنولوجي من بره من دمارك من مصانع بتاعتنا إزاي نقدر نقدم الحلول اللي تبقى مش مكلفة ويهي تبقى أحدث حاجة يعني ساعات مثلا نيجي التصميم مثلا بيقول إنه عايز نوع معين من الترمباط قاله لا إنت ممكن تاخد نوع مختلف بتوفر له طريقة معينة على حد ثقافتك اللي أكبر منه في المجال نفسه بوفر له مثلا تصميم مختلف بوفر له في سعر ممكن ماتيريال اللي يكون هو عامل سبيكس أوفر سبيكس قدر أقول له لا خلينا نشوف الماتيريال قدر أوفر له ترمباط بتوفر في استهلاك الطاقة فإن هذا المواثير دي لما توفر في استهلاك الطاقة على المدى البعيد قدر أنه هو يكون ما دفعش حاجة في تماما لترمباط له هو قدر سنويا على مدار عشر سنين عنده استهلاك طاقة ووفرته لنا بإفشيانس يعلل المواثير بعشر أو عشر في المية قدر بعد عشر سنين تعتبر المضاخات دي جات له بفري هداية هداية بتساعد كل القطاعات حكومية أو خاصة في الأمور دي يعني فنيا يعني أنت تقدر يعني ده اللي عايزة أوصله وعايزة أفهمه منك إنك بتساعد مساعدة معنوية ومادية لتنين مع بعض إحنا دول الشركة في مصر إحنا الأول إحنا أربعين مهندس في مصر بنخدم مصر وليبيا والسودان بس التركيز وخمسة وتسعين في المية من مرز استعنى ب أنا آسف المقاطعة إنما حلو قوي اللفظ بنخدم مصر تمام هو ده دايما اللي بندور حواليه بنخدم مصر إنت بالشغال وهدفك مادي وهدفك إنك توصل لأعلى مراتب إنما إنت قلت لفظ حلو قوي يعني أنا أحييك عليه بنخدم مصر تمام في المجال بتاعكم في الترمباط حتى اللي إحنا بنعرف فيها فبنقدر نبدأ من طالب كلية الهندسة بنروح الكليات بنعمل لهم محاضرات مجانية إزاي عرفوا على الترمباط إزاي أسس التصميم في بعض الطلبة بنرعى مشاريع التخارج بتاعتها لو هي في مجال الترمباط لأن أنا كده بديت أرفع مستوى جيل المهندسين اللي متخرج بروح شركات المية في بورتوكول تعاون بين جراون فوس وي كل 27 شركة مية في شركات الكبضة على المستوى الجمهورية المهندسين بتوها إحنا في مصر عندنا كم شركة 27 شركة كبضة هما بش كلهم هما كلهم للشركة الكبضة بس هما 27 شركة يعني شركة مية مطروح شركة مية اسكندرية شركة مية القاهرة من المحافظات يعني كل محافظة لها شركتها المنفصلة أنا عندي تيم مهندسين فني وصيانة بيروحوا يزور الشركات دي بيتم تجميع المهندسين اللي في المحطات في مجالة مع أقسام التصميمات بيعودوا يوم كامل مع المهندسين بتوعي بيبتدوا يشرحوا لهم الترمبات من ايه توزد التعليم ده انتو بتعمله مجاني مصلحتك وهدفك في ايه النهاردة كلية يعني كلية الهندسة جمعت جمعت ايه قلتني؟ كاهرة وسكندرية وعين شمس يعني انت لا من وبنوصب بنتواصل مع جماعات أخرى عشان نتوسع كمان حلو النهاردة هدفك ايه النهاردة عشان تساعد طالب ده هيبقى على الدولة تمام هيبق تعليمه على الدولة هدفك ايه انك تساعد سببين السبب الاول انا احنا بنسميها long term investment ان الطالب ده بعد عشر سنين هيبقى مهندس هيبقى استشاري لا فهمني خليني يعني انا فما بعرفش انا مصطلحات اوكي يعني ايه long term استثمار بعيد المدى استثمار بعيد المدى اه يعني الطالب ده انت بتستثمر في البناء آدم في الآدم الطالب طالب ده بعد عشر سنين هيبقى مهندس هيبقى استشاري هيبقى في بيته هيبقى استرومبا عنده زدي يعني هيبقى يعني عميل لي حل فالنهاردة العميل ده انا بكسب الولاء بتاعه لما برفع مستوى الهندسي بتاعه اه انت بتنميه فكريا عشان يقدر يفيد مصر ويفيدك ويفيد غيرك وهكذا انت بتعمل جيل جديد ده الهدف ده الهدف ده الهدف 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 التاني النهاردة انا برفع مستوى الهندسي بتاعه فالنهاردة لما يتقدم له كذا حل من كذا شركة للمضخات او للالكترونيكس او واتيفر يقدر يحكم لان النهاردة مدرك انت خلته مدرك بقى عارف ايه الحلو وايه الوحش وايه الصح وايه الغلط وايه الماتيريا اللي تنفع مع المياه دي ويقبع عنده علم فالنهاردة بقى يقدر يحكم على الامور انت اديته اديته حلو انت اديته علم بتديله علم علشان يقدر يفيدك به في يوم من الايام التاني تمام ويقدر يطور وينمي فيه يعني انت بتزرع فيه جزئية معينة في انك هتقدر تستفيد بيها في السنين اللي جاية ده مش بيتم بس لطلب الكولية الهندسة ده بيتم غمان للمهندسين حديث التخرج للمهندسين اللي بشتغلوا في المكاتب الاستشارية يعني انا عزهلك بتعمل لهم اجتماعات وبتعمل لهم عندنا حاجة اسمها بامب سكول بامب سكول دي عبارة عن سبع سيشن سبع اجسام او اجزاء كل امبليكيشن او كل مجال معين ليه قسمين قسم ابتدائي وقسم متقدم حال وفيه قسم عام بالنهاردة لو مهندس عايز يعرف عن الترمباط عامة بيروح للبيزيك تكنولوجي مين بيديو للمحاضرات دي المهندسين بتوعي المهندسين عندهم خبرات تكفي ان هم يحاضروا الناس دي بتتدرب اونلاين وبتسافر بره في الدنمارك في الاكاديمي بقيتنا بتاخد ترينيج وساعات بيبقى فيه كمان بنعتمد على ناس من بره تيجي تدي محاضرات حلوة قوي 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 المبدأ ان انا ازاي استفيد من بره من علم دول اوروبية وصلت لعلم اكبر مني واني مقافش لحد كده وافيد بيه كمان ولاد بلدي الخير موجود خلينا نعلق على حاجة تانية بخصوص قزمة كورونا طبعا النهاردة احنا ماش موجود ممتواجدين في المكتب بالتالي حدث الساعة تقريبا محادش موجود في المكاتب محادش قاعد احنا حولنا كل التدريبات لأونلاين يعني انت بتدي المرتبات وموظفينك موظفين كلها في البيوت بتشتغل اونلاين وكمان بتدي محادرات محادرات من البيوت احنا في الشهر اللي فات ادينا اكتر من 8 محادرات كل محادرة تبقى ساعتين متوسط الحضور من 150 إلى 350 في المرة يعني هو ده اللي عايز اقوله لمشاهدين نفسر احوال اللي عايز يشتغل بيشتغل اللي عايز ينتج هينتج في بيته مقفول عليه بواب وعايز ينتج ويشتغل هينتج ويشتغل مثال حي يمكن انا كان كان عندي العقيدة ان انا يعني استضيف البشمهندس اهاب اسحاء للسبب ده انه اللي عايز يشتغل هيشتغل مش هيطلع حجد بالعكس هيقدر يطلع مخرج انه ينتج ويشتغل ويفيد ويستفيد انما انا كانت السلبيات اللي كلمت حتى فيها الحلقات اللي فاتت سلبيات فيه سلبيات شفناها فيه ايجابيات كتير شفناها في المجتمع المصري انه الناس قد ايه التفت حوالين بعض وبتساعد بعض وبتقف جنب بعض انما فيه سلبيات فيه سلبيات ناس حطت ايضاء على خدها وقالت اصلا احنا مش لقين شغل اصلا الشركة قفلت اصلا اصلا وما دورتش على بديه كان لازم منظرنا ان احنا نجيب مثال حي لناس عايزة تشتغل وناس عايزة تنتج وما تطلعش حجاج خليني اسألك على المستوى الشخصي بنساعد على المستوى الشخصي وفارق معانا رمضان وفارق معانا الازمة ولا الموضوع بنكتفي بنفسنا اكيد طبعا لازم كل واحد يساعد غيره النهاردة انا بساعد بكرة هتساعد والله كلام هو ده يمكن انا النقطة اللي كانت غايب عني يمكن انا دايما كنت بقول ساعده مش كفاية انك تاكل فكر في ان غيرك ياكل فكر في انه حتى قلتها بنفس اللفظ انا فكرت ان انا املة تلاجتي نسيت تلاجت غيري انما انا ما خطرش على ذهني المهندس رهاب اسحق بيقوله ان انا في يوم وارد اكون احتاج المساعدة دوام الحال من المحال دوام الحال دوام الحال حلو يمكن دي اول مرة افتكر واستوعب يمكن انت اللي فات انتباهي ليها دوام الحال فعلا من المحال وارد في يوم يكون علي الدور وحد هطلب مساعدته الاكيد لو مساعدتش النهاردة مش هيتم المساعدته طب بنساعد ازاي المصريين او انا بشوف ان في فيه طبعا افراد بيتجمعوا مع بعض بيتدوا يلموا مع بعض بيجيبوا مثلا شونة جمعيات خيرية اصدق مش جمعيات ممكن على مستوى الشخصي يعني انا مثلا مع مجموع من المعارف كونا جروب على الفيسبوك اسمه احنا معاكو طبعا ما كانش فكريك كانت فكرة احد الزمله مش مهم فكرة مين المهم العدد اتلمي ازاي وازاي الناس والله احنا احنا عملنا صفحة فيها الوقتي اكتر من 6000 واحد ووزعنا اكتر من 600 شنطة والطارجة ان احنا نوصل ل1000 شنطة في وقت قريب جدا والحمد لله يعني نخلص ل1000 نخلص ل1000 نخلص ل1000 بنستهدف العمالة اليومية العمل بنا شغال سباك كهربائي العمالة الغير منتظمة غير منتظمة اللوما فعلا فعلا تأثروا وفعلا ممكن يروح تروح بيتهم ما تلاقيش فعلا يمكن ده هو ده هو كان مضمون الحلقة اللي فات لما اكلمت قلت العمالة الغير منتظمة هم اشد الناس اللي محتاجين دلوقتي لأكله شرط طبعا حلو او ان يكون دورك او عينك عليهم هم تحديدا مش على الفقرة وخلاص انما احدد الناس دي لانه كان عايش بقوت يوم وزي ما بيقوله بص احنا برضو لازم نلفت لانتباه ان الحكومة عملته وزعت العمالة المنتظمة 500 جنيه للفر اه مضمون وده كان حاجة بصراحة يعني الحكومة مجهود تشكر علي طبعا يعني دي حاجة كانت فعلا يعني حاجة ممتازة ويريت يكملوا على كده النهاردة هم بعندهم الدات بتاعت الناس دي يحاول يشوفو لهم فرص عمل اللي يقدرش يشتغل يشوفوا ايه مشاكله يحاولوا يحلهاله اعتقد الحكومة ورئي رئيس الوزراء عاملين في ازمة الكورونا دي حاجات بهارين انا احنا في حال وقاوي اللفظي احنا انبهرنا انبهرنا من ادارة الدولة في اخر فترة تحديدا وقت ظهور الكورونا انبهرنا بقرارات وبرصد اموال لمصر كلها من بداية من رئيس سيد عبد الفتح سيسي انه يرصد 100 مليار جنيه لسندوق لمواجهة الكورونا كانت بحاجة غريبة كانت بحاجة غريبة على ازهاننا ما حصلتش قد ايه تحس ان المؤسسات كلها متكتفة مع بعض علشان ناس كتير حضرك زكرت نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نشتغل انا باخد الموديل بتاعي من اول رئيس الجمهورية صح لو بصينا على رئيس الجمهورية قدواتي من 3-4 ايام كان هو والقادة بتواقوات المسلحة والهيئة الاندسية صح بيفتتحوا محطة المحسامة شغالين وانفاء والنفق شهيد احمد حمدي شغال طب الله العظيم من تلافات التباية فعلا هو يعني السيد الرئيس او مؤسسة الرئاسة عموما او مجلس الوزراء مش قاعد حط دي على خده وبيقول اصل كورونا واصل بنواجه الكورونا ده مثل اعلى لنا صح وانا ممكن لو هو انا في مكانه بقى خايف ان انا اطلع عشان الكورونا مثلا صح لكن النهاردة لا هو النهاردة رول موديل حتى شفته في الشارع هو رول موديل صح فرئيس ووزر رول موديل بالنسبة لنا اه فماعتقدش هلينيقول يعني ايه رول موديل يعني مثال قدوة مثال يحتزى بي او قدوة قدوة لاي اه فالنهارده اللي ما نشوف فانا شايفه بيشتغل وشايفه بيصحى من الصبح وشايفه بيعمل فبالتالي لازم تقتضي بهذا الانشاء انا ممكن احكي للصبح لكن لو انا ما بعملش كقائد حاجة اللي بعدية مش هادر مش هفيد يبقى انا مش هستفيد وهي وهاكذا انا عضا لما نشوف سيد رئيس الجمهورية بيروح ويزور مواقع ويزور محطات ويعمل افتلاحات رئيس الوزراء بيروح يزور مواقع في العالمين ومحطات كهرباء ومحطات صرف صحي ما يبقاش عندي اي اكسكيوز ان انا ما اعملش حاجة صح انت ما فيش عزر ما عندكش عزر انك ما تشتغلش انت شايف ان الدولة بتشتغل طب عايز نسألك بقى على المستوى العملي شايف ان الدولة في اخر فترة واخر يعني حقبة من 3-4-5 سنين اللي فاتوا فيه تغير في المعاملة مع الدولة في المشروعات طبعا اول حاجة بقى فيه سرعة في تنفيذ المشروع النهاردة المشروع اللي كان بياخد ممكن سنة للتصميم بقى يتنفذ في 6 شهور المشروع كله كله بيتنفذ في 6 شهور احنا بيجيب الترمباط ونشغلها بتعمل كل حاجة 6 شهور اللي كان بياخد سنة في تصميم المشروع تصميمه اصلا اصلا يعني كان بياخد له 5-6 سنين النهاردة كان كنت بتفرج على الانفاق الاخيرة اللي كان خاضناها السيد الرئيس وكان قائد الهيئة الهندسية قال ان احنا نفذنا كباري في شهرين حقيقي وده احنا نخش بيها موصولات ريكورد حقيقي فعلا جينس ريكورد انا نزلت مصر الجديدة يمكن انا يمكن دي مفارقة حصلت معينا شخصيا انا نزلت مصر الجديدة معرفتهاش بعد شهرين تقريبا مرور شهرين انا نزلت مصر الجديدة معرفتهاش تهت انا تهت انا بعترف انا كنت باب مشي في شوارع تهت فيها بسبب انها اتعملت بشكل مختلف كباري دنيا اختصارات انا فعلا احنا كنا بنكلم في ازمة الكورونا عن الصين بدنة مستشفى في 6 يام اعتقد مصر تقدر تبني مستشفى في 6 يام فعلا الدولة لما بتشتغل بتحمسك انك تشتغل اكيد عندنا ايه تاني ممكن نقدم المصر كتير لا ما تدين ايه امسان احنا جايين الحلقة دي علشان ندي طاقة ايجابية لكل مصري عايز اشتغل تمام هو احنا اكيد احنا كمصنع للترمباط مهم عندنا جدا التوفير الطاقة والحلول الهندسية بالطاقة الشمسية ان انا قدر اقدم النهاردة تسمع كتير عن محطات الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية النهاردة مصر مصر اكبر مصدر للبرتقان في العالم كل ده بيشتغل فيه ترمباط انا عايز اسألك سؤال فعلا في الجزئة دي لما قلت ليه توفير الطاقة احنا تقريبا اخر السنتين دول او في ظل بصراحة خليني اكون مقترب انه في ظل الرئاسة وسيدة عبدالتحسيسي مش حاسب ازمة في ان الكهرباء بتقطع او 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 احنا عندنا فائد انا ما معرفش ما معرفش انا يمكن دي معلومة ادرس معها منا عندنا فائد انما خليني اقول ما عنديش عجز الكهرباء ما بقتش تقطع زي الاول لا عندنا فائد والفائد ده كان بيتصدر دلوقتي للسودان يعني بيصدر كهرباء دلوقتي؟ وانا اه تقريبا من ثلاث سنينكة الكهرباء بتقطع وعندي ازمة هتعمل ربط مع السودان وهتعمل ربط مع الاردن واحتمال يكون في ربط مع السعودية كبير ده نتيجة شوك؟ طبعا محطات الكهرباء دي من اصعب التكنولوجيز وان انت تنفذها في وقت زمني وقصير جدا مش بس محطات الكهرباء نهارده فمثلا لما تروح في باسوان اكبر محطة طاقة شمسية او بناحدة كبرة محطة طاقة شمسية بوافر بها طاقة ماذي ببقى بتوفر بها طاقة؟ بوافر بها كهرباء بكهرباء تحديدا مش طاقة بكة بوافر بها كهرباء بل انت الكهرباء نضيفة كمان يعني ايه كهرباء نضيفة؟ يعني نتجة من احتراق يعني ما يحصلش اي احتراق عشان مش تربنات بتطلع مثلا سي او تو تلوث سليسانية اكسيودية كربون لأ ديت الكهرباء نظيفة مية في المية وبقى عندي فائد وأنا كمان عندي ترمبات بتشتغل بالطاقة دي بالترمبات بالحلول بالحلول يعني كمان مش محتاج كهرباء بشتغل بمحطة سولر مع بير مع كابلات نزل ترمبا طلع مية ازرع صدر بص جبت الحل في ثلاث ثواني يعني عملت استثمار في أربع خمس جمل منظومة كامل في أربع خمس كلمات انت عملت استثمار وعملت يعني عملة صعبة لمصر في أربع خمس كلمات مزبوط ده نتيجة عمل الدولة وتكاتف شركات أكيد طبعا ما هو تكنولوجيس دي مش هتيجي من فراغ يعني النهاردة أنا عندي قسم أبحاث في الدنمارك فيه أكتر من 250 مهندس بيطوروا منتجات عشان أوفر طاقة عشان أعمل حلول لتاك الشمسية وبينقلوا ده وانت كمان بدورك بتنقلوا للدولة منتجاتي كلها بالذات النهاردة مثلا فيه حاجة اسمها رموت مانيجبنت أنا النهاردة مشروع فيه 250 ألف الدان وترمباط عشان توصل من محطة الترمباط لمحطة الترمباط ممكن تاخد مسلا ساعتين بالعربية فالنهاردة لو عندي أنا كنترول أقدر أتحكم في الترمبا عن طريق الإنترنت أو عن طريق مسلا الساتيلايت أقدر أتحكم بلوقتي في الترمبا أقدر أوقف مية أقدر أشوف قريات بتاعتها لو ترمبا تحرق أقدر أخذ بعلومات عن البير الحاجات دي كلها تكنولوجيز إدرنا ناستفيد من التكنولوجيا الموضوع ما بقاش التكنولوجيا عشان بس الناس مدركة أن التكنولوجيا هي الموبايلات والأبليكيشن اللي بينزل عليه أنا أقول لها حاجة ظريفة جدا إحنا عندنا ترمبا اسمها سكالة السكالة دي بتقب بالموبايل بتاع بتقدر تتكلم معها بالأبليكيشن على الموبايل حتى ترمبا تحولت لزي روبوت بتقدر تكلم معها إزاي تقدر تستفيد من التكنولوجيا اللي موجودة معاك وما تكونش واقفة على حدود الفيسبوك تقدر تاخد ارايات من الترومبا تقدر تتحكم فيها تقدر تزود السرعة تزود الضغط تشوف الاستهلاك كلها شايف انه مصر تقدر تستفيد من ولادها تقدر من الشغل والاجتهاد بنقدر بنوصل لنتائج على المستوى العملي فيه كتير اوه في مصر قيادات وعلامات افادوا مصر على كم سنة الاخيرة تحديدا خلينا انسى كل القديم والتاريخ ومش هنعيش على التاريخ خلينا نتكلم في الحضر وفي المستقبل فيه كتير اوه بيشتغل هو ده الطاقة الاجابية اللي انا كنت عايز اتكلم فيها يمكن انا النهاردة كان الموضوع بالنسبالي مش عايز اكون خدمي ومش عايز اكون لا انا عايز اتصدر للمشاهد للمواطن طاقة ايجابية انا فين انا هبقى فين لازم يكون عندك امل الازمة اللي احنا فيها لو مخرجتش مننا طاقة ايجابية يبقى يلا السلامة انا شايف من وجهة نظري ان احنا من افضل الدول يعني حفاظا على شعوبها في ظل ازمة الكورونا زي ما انا قلت حصل رئيس وزراء وزراء الصحة مهتمين جدا من موضوع الكورونا انا شايف ان هما بيديروا الازمة احسن من دول كتير مش اناقول في اوروبا اوروبا وامريكا اه طبعا هما بيديروا الازمة مبدأ الشاففية ان هو بيجي لي الريبورت يقول لي كل يوم حصل مين ومين خف ومين عيان مستشفات العزل اللي اتنفزت واجهزة في وقت وصير جدا الحاجات دي كلها طبعا عملت فارق تمام انا شايف ان النظام اللي رئيس وزراء حدده قفل المولاد فتح المحلات التباعد لاجتماع كل ده حاجة يعني خليني اقاط معاكلة عند الجزئية دي ابتدى يغيروا ثقافة المواطن لانه كان عندنا مشكلة في ثقافة المواطن المصري في انه مهارجل شوية بالبلد ابتدى يحاول يوصلول انه يبقى منظم بتالي هنخرج بنظام من الازمة دي بإذن الله ربنا نعطيها اكيد صح يعني مش هنقول ان كل المصريين ايوه صح بس يعني نادى نقول ان تمانين في المية ان فكرهم اتغير اهتمام بالتعقيم بقى في كل مكان دلوقتي صح تشوف العربية بتاعت قوات مسلحة بتمشي في الشوارع بتاع عقم الجامعات مستشفيات كله بيتعقم اهياء فعلا ربا ضرت النفع اعفع يعني اهنا نظفنا البلد وعقمناها ونبدأ من الاول بقى دي على مضافة اه سعيد جدا جدا بالمهندس اه يا بس حياء اه اللي فعلا اداني انا على المستوى الشخصي طاقة ايجابية ولقيته مش مأجز لقيته اه في شغله اه وبيمارس حياته الطبيعية من يوم من بداية يومه لنهايته عادي خالص وكأن شاء الله لم يكن اه عندنا ايه مشروعات هنقدم على المصر عندنا حاجة تانية هنقدر نقدمها او في الخطة في القريب هنقدر نشوف غير المليون ونصف في الدن اه احنا النهاردة بنورد نهر الاخضر نهر الاخضر ده في العاصمة الادرية جرين ريفر انا اول مرة اسمع عنه والله ده بديل لنهر النيل في العاصمة الادرية يعني هي عاصمة الادرية عايز تقوليني فيها فيها نهر لا هو نهر اخضر يعني هي عبارة عن ممر اه زراعي طوله 35 كيلو ده على مستوى ماشي بعرض العاصمة الادرية كلها والله العظيم اول مرة رأى في المعلومات ده نهر الاخضر ده بيحتاج ترمباط في الزراعة وطبعا بتحتاج ترمباط بتكنولوجيا عالية تروي تروي 35 كيلو دول كلهم دلوقتي فيه شركات اولئة بتنفذ المرحلة الاولى والمرحلة التانية واحنا بنورد في المرحلة الاولى والمرحلة التانية وبطبيعة الحالة هنورد بإذن الله في المرحلة التالتة وربطة يعني احنا رايب قوي هنشوف العاصمة الادرية دي فعلا عاصمة يعني هنشوفها زيها زي القاهرة تقريبا مش عشان ماكنش يعني متحيز للعاصمة الادرية بس هتبقى احسن مكارب نعم هتبقى احسن مكارب ده حقيق وده اللي انا خب بالك ده ناس كتير قوي والاعداء اللي برة متربصين وكتير عايزين يوصلونا ان هو يعني ان دي حاجة في شنك بوس انا هقولك انا بكلمك انا عايز اسألك انت وانت في قلب الاحداث زي ما بيقول باختصار شديد انا هيبقى عندي عاصمة فيها التكنولوجي والديجيطاليزيشنز والتطور وهيبقى عندي عاصمة جميلة تاريخية اسرية استمتع بيها هيبقى عندي عاصمتين اه عندي بلد اتفسح فيها وبلد اشتغل فيها صح كده؟ فيها بلد فيها النيل باستمتع بجماله بالأصار بالمتاحف نظيفة تبقى وبلد فيها نهر نيل اخضر هتمشى فيه وعيش فيه هو دير الدولة منه شفت ده بعينك وشايف بعينك اللي بيحصل والتطور اللي بيحصل مستوى المباني مستوى الانفرستركشن اللي بتتعمل في العاصمة الادارية اعتقد بيضاهي اكبر مدن العالم وريب الكلام ده هيزهر للنص؟ هو ده مشروع ضخم اه طبعا تتكلمني انت بتقولي القاهرة يعني حاجة بتوازي القاهرة القاهرة دي دولة دي في دول كبيرة جدا في الخليج يعني اقل مساحة من القاهرة للنص تقريبا اعتقد انا كل ما بروحة ظهر العاصمة الادارية بشوف اكتر من ثلاث اربع حاجات جديدة ظهرت فجأة وبمستوى التشتيب وكفاءة وحاجة تبهر بصراحة مهندس اهب اسحاء صدرلي النهاردة طاقة ايجابية كتير قوي كنت محتاجة في بداية رمضان محتاجة تفائل بقى لي اسبوعين ثلاثة في ظهر الاحداث دي تحس انه في حالة سلبية غزبا عننا ده غزبا عننا ده حالة لا ايرادية انما النهاردة انت صدرتلي طاقة ايجابية بالشغل والكمية العمل وكمية الايجابيات اللي في الدولة في نقطة مهمة جدا لازم نحطها في اعتبارنا عشان نقدر نتقوم بيروس كورونا ان حالتك النفسية بتقوّل منعك صح سمعنا عن تقرير كتير قوي ده فانت لو عندك حالة نفسية كويسة مبسوط منعتك تبعليها صح فنقدر نتقوم الفيروس صح الاكتئاب بيجيبك اكتئاب الطاقة الايجابية دي فرض انه لازم يكون المواطن اول بن قدم راضي وسعيد وعنده يعني تفاول صدرتلي النهاردة التفاول السيد الرئيس قال من اربع او خمس سنين مصر هتبقى قد الدنيا واحنا شايفين الخطوات دي بتتحقق بتتحقق قدامك على المستوى العملي خليني كان يهمني اوي رأي حد مقرب ينقل الحدث الحقيقي مش ينقل لي تقارير بيقراها لا لا احنا شايفين فيه تغير الارض الواقع تنفيذ مشروعات عملاقة توسع زراعي توسع صناعي نهضة احنا عندنا مزارع سمكية وصلتنا لقول بالاكتفاءة ذاتي بين المزارع في قليم كناة السويس او في كفر الشيخ عندنا تصنيع زراعي عندنا اكبر عدد صوب في العالم خليني اقولك ده على المستوى العملي انا شايفه اليومين دول احنا ما حسناش بازمة في السلع يعني الاستهلاكية للمواطنين انه مافيش ازمة سكر مافيش ازمة زيت مافيش رغم ان الدنيا مقفولة يعني ممكن الازمة الكورونا اللي احنا عايشين فيها اصعب كمان من من ازمة حظر التجوال اللي حصر ايام الثورة احنا مش بس ما عندناش ازمة احنا كمان بنصدر وانتجاتنا فزر الاحداث اللي احنا فيها دي بنصدر خضروات فواكه طازجة لحوم يعني ميه لحوم ما عرفش يعني انا مش مكتفي فقط بال خضروات وفاكهة بتتصدر يوميا انا مش مكتفي بس ان انا اكفي الشعب المصري انما انا عندي فائد احنا بصدر وده ما كانش حاصل بقى له سنة ازي ما قلت لك انت صدرت لي طاقة ايجابية انا سعيد جدا بشكرك وبقولك يعني نورتني ونورت برنامج دفتر احوال اظن انك كمان صدرت طاقة ايجابية لكل المشاهدين دفتر احوال بعتذر لكل المشاهدين عن عدم الرد على الاتصالات انما كنت محتاج طاقة ايجابية النهاردة مستني كل اللي اتصلوا على صفحة دفتر احوال بعتولي وهرد عليكم وبعتذر لكم ان انا مردتش على اسئلة كتير انما انا كان يهمني النهاردة في بداية شهر خير بداية شهر كريم اعرف احنا راحين فين اعرف واتطمن على مصر طمنتني المهاردة اوضي وتنوحت النام يعني لا مش ندركة انهم لسه عندنا صحور لسه عندنا صحور بس حقيقة طمنت على مصر كان يهمني جدا يهمني يعني المهندس اياب اسحاق بيفرق معانا جدا انك تطمن على بكرة لان دي ازمة المواطن المصري دايما عايش تتوتر وفي قلق خايف خايف من بكرة انك تنقل له حالة ايجابية انت عايش فيها على قال لا هينام ويستراح انت ممكن قلتها بحسن ان هي هتراوح تنام لا فيه ناس لما بتسمع اخبار حلوة بتعرف تنام يمكن الخير الناس كتير بشايفة انما انا في وجهة نظري لما بشوف امثلة حية زي ايهاب جرانفوس غيره بتطمن بتطمن على بكرة بتطمن ان وراك حد بيشتغل بس مش احنا بس احنا فيه كتير اكتر كتير احنا بدأتكلم في امثلة مشاهديننا خليني اخد فاصل وارجع لكم بعد الفاصل بطاقة ايجابية وجزء اخر من الطاقة الايجابية مع المهندس ايهاب اسحاء مدير اقليمي لجرانفوس مصر اه وهستل ناقرا متسيبوش الشاشة متسيبوش شاشة موسيقى ررجعنع لكم مره تانية في دكترا احوال سعيد جدا بالسهرة الرمضانية الاول ظهورت ليا في شهر رمضان مع مشاهدين اللي ضايمان اي ربنا يعيده علينا بالخير والبركة والتفاول بمناسبة التفاول مهندس اهب اسحاء مدير اقليمي لشركة جراموس صدرت لي التفاول زي ما قلت بالفصل عندي ايه تاني تنمية عندي ايه تاني انا اقدر اوصل بيه لان انا اكون متطمن على السنين اللي جايوا على اولادي زي ما قلت حضرتك النهار ضحج بالمشروعات اللي بتنفس البلد غير طبيعي خيالي انا في الصعيد في شمال سينة في دلتا في اسكندرية محاور مباني كباري مشاريع صناعية مصانع مدينة اساس في ضمياط مصانع في العشرة من المرامب تتوسع نشوف ده امتى يمكن استفيد انا النهاردة انا قبل مقولولادي وانا كله حاب يهمه نفسه انا نفسي كمواطن هستفيد امتى او هحسب ده امتى احنا كلنا حاسين بالكلام ده من زمان يمكن ما بناخدش بالنا بقالنا تقريبا قد ايه الزمان ده يعني انا هاشرح مسلا لحضرتك موضوع محوى رود الفرج النهاردة انا كنت بسافر اسكندرية اه افعا ده محوى رود الفرج بس اللحظة اه لان انا من مرود الفرج اه خليني ااخد صالة الاول من مستوى عاطف مساء الخير مساء النور عليك عاطف فرج من مركز درماغي باك من اين يا حاج عاطف من درماغي من جانجة اهلا وسهلا منوارنا كله صالحون طيب الاول ورمضان كريم اهلا صالح اسمعني من التليفون انا سامعك من التليفون يا فادي اتفضل مش سامع تقريبا فيه اه مشكلة في الاتصال اه من فضلك يعني لو سمعني ارجع كليني تاني لانه الشبكة فيها مشكلة اه ارجع للمهندس اه 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 قلتلي اه قلتلي محوى رود الفرج اه لو بتفتكب من سنتين فاته وكنا بنطلع مثلا لو انت رايح اسكندرية شغل او رايح الساحل الشمالي تصيف او كده بتاخد طريق اسكندرية كاهرة لغاية مدخل اسكندرية كلام مظبوط في ساعتين اه وبتاخد من محور 26 يوليو في ساعتين كلام مظبوط نهاردة انت بتروح تاخد بشوار اسكندرية في ساعتين طبعا انت لو مايش على السرعة القانونية لي 120 كم في الساعة تمام وبتاخد محور رود الفرج بتتخش جوه قلب الكاهرة في خمس دقايق يبقى هالفكرة بالنسبالك انه ان اوصل بسرعة وان انا هو ده الفكرة كانت موجودة علشان افض الزحمة اللي موجودة في قلب الكاهرة وانهاردة انت عملت الدولة عملت محور تكلف السبع مليار جنيه عشان انا اوصل بيتي في عشر دقايق بدلا ما اخد ساعتين زيادة اضايحهم العمري اه ولو انا النهاردة بشتغل في 6 اكتوبر بروح كل يوم انزل الكاهرة شوء ساكن هناك هاخد ساعتين كل يوم في العودة النهاردة انت وفرتهم لي فانا اروح شغلي مبسوط وارجع من شغلي اقدر اعود في بيتي اقدر اعود مع أولادي أسرتي ارجعت انام بدري اقدر اتاني يوم انتج اكتر الفكرة نفسها فعلا في اقامة المشروعات في انه يعني بتيسر امور على المواطن الفكرة انه انا بش بعمل كبري شكله جمالي عشان بس الناس كانت فاهمة انه اصله بيعملينه كبري ما هو عنده بديل لكن هيا الفكرة كانت يسير وانه بيبعد المطاب هدي حضرك مثال انه اعطى فيه بواخر سياحية بتوقف مثلا في اسكندرية مينة اسكندرية وفيها حاجة اسمها سياحة اليوم الواحد البواخر دي بيقى فيه ممكن يزول الهرم مدحف المصري ويرجع تاني اسكندرية او بورسعيد نهار دا انا لو ما عنديش بنية تحتية محترمة في الطرق مش هقعد اوتوبيس اربع ساعات في طريق عشان يوصل ومستحيل اي بخيرة هتبعت جسد يوخه لكن نهار دا انا بوفر له البنية التحتية في الطرق ما هيطل له طرق سريعة امان ما فيش اي زحمة فبالتالي النهار دا بقت سهلة بالنسبة لي فالنهار دا هبقى يعني نقطة جذب سياحية ما كانتش موجودة عنتي دا مثال بسيط جدا انت بتديني جزء صغير بيديني دخل كمان بعملة صعبة نتيجة الطريق اللي الناس ممكن تكون بتستهدر الطريق اللي احنا اقول رود الفرج بيحوى رود الفرج صح اللي هو طريق واحد انت بكلمتنيش دا كمان دا فيه الف طريق دا فيه شبكة طرق النهار دا مثلا النقل السريع كان وانت مسافر اسكندرية بيبقى ماشي معاك النهار دا بقى ليه حرم صح 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 كلنا كنا بنحس بالخطر دا النهار دا انت حمتني صح فالنهار دا يعني قال لك كتير او من نسبة الحوادث طبعا طبعا حوادث الطرق قلت وخفت كتير نهار دا سريع كله شغال في حرم ومفصل عن الملك صح فالنهار دا دي مش دي كل دا انت مش بتخيل يعني ايه ترسف طريق او تعمل طريق طول بتين كيلو تلتمئة كيلو صح النهار دا ربط الدل تكون لها لغاية بورس عيد من الكاهرة من غير ما عادي على اي طرق ولا عمل زحمة في المدن اكيد كل دا المواطن مش حاسس بي يحس بي قدام بس يعني النهار دا مثلا انا راجل مثلا بروح اصين ترمباط في كل حتة في مصر نعم فالنهار دا بدل ما اروح شكندرية ابعت حد من السطف بتوعي او حد من السفرس بارتمر بتوعنا يروح يصلح محطة مثلا في العالمين وكان بيقعد يوم كامل النهار دا ممكن يروح ويرجع في نفس اليوم صح صح مهو دا برضو يعني كمان توفير في الشغل اه بس بطريقة انت ما تحسي هارف صح نقل المواد الخام نقل المنتجات النهار دا مصانع اللي كانت في العاشر وكان يقعد مسلا ساعتين او ثلاث عشان يوصل للكاهرة لنقطة التوزيع النهار دا بيوصل بكل سهولة وده بيوفر معايا وقت العمالة بيخليه يوفر في الطاقة النهار دا البنزين اللي كان بيتحرق مش شايفين يبقى احنا مقصص ليه وسائل الاعلامة بتنقلش كمية الايجابيات دي يمكن انا شايف انت حددتلي وحطيت ايدك على الايجابيات اه بالزبط انما هي الفكرة ان وسائل الاعلام بتنقل تم افتتاح كذا تم افتتاح كذا طب هيفيد بايه ما بيحطوش اعتقد المواطن نفسه لازم يبقى امين مع نفسه وقدر هو يفكر ويقول انا اتحسن في حياتي ايه نتيجة اللي اتعمل والله العظيم انت معك حق يعني هو فكرة ان المواطن يقول انا استفدت ولا مستفدتش مش يجري ورا ال مش يقول انا بدفع عشرين جنيه بمحور روض الفرق ده كتير اه من الهدد لو روحنا اي دولة في العالم دبي اه تركيا اه امريكا انت كل تلاتة كيلو بتدفع بتعدي على نقطة رسول وبتدفع مش عشرين جنيه بتدفع عشرين دولار اه اه انت بتاخد بيهم خدمة ما انا شرحت لك الخدمة دي تسوي عندي ايه صح اه ثالت لي يومي كله يعني النهاردة يومي كله طب خليني اكلمك على قطاع يمكن انت تدتني مثال بقطاع السياح اه انه الاستفادة في جزء صغير في قطاع السياح تدتني مثال صغير طب لما اكلمك عن السياحة نفسها ايه ال الاضافة ايه اللي ممكن نكون حسنا بيه او نحس بيه قدام اي مستثمر في المجال السياحي مش هيجي بلد الا لما يكون عندها كهربا ومية وطرق ممتازة النهاردة انا مش هروح افتح اوتيل في شرم الشيخ واصف عليه 700-800 مليون دولار مثلا اه وقالت من كهربا بتقطع او انا اروح اجيب جنريتوس بقدة 8 اوتيل عشان لما الكهربا تقطع او مفيش مية او مفيش صغير اه يا الفكرة انك بتعمل عشان استثمار انت بتقوي الطاقة عندك والمرافق انت بتقويها رقم واحد عشان المواطن رقم اتنين عشان استثمار يعني نهاردة انا اعتقد الفترة اللي كان عندنا نقص في الكهربا ما كانش فيه مستثمر ولا صناعي ولا اي حد صح ازاي النهاردة استثمر في مصر ويبقى عندي مصنع وكهربا تقطع في المصر او اجيب جنريترو وكلفه ويرفع من تخليفة الورتك او المية تكون ده خلال الطريقة سيئة ولايه لو ضعيفة او ما عنديش مية او ما عنديش مية يبقى ايزا النهاردة حتى قطاع السياحي استفاد من البنية التحتية احنا النهاردة لو بنبني عمارة بنبني برج اه بنقعد ممكن سنتين نعمل في الاساسات ونعمل برج كله في ستة شهور لا افهى يعني انا انا بقول ان الدولة دلوقتي بتاع في مرحلة الاساسات لاجيال قادمة اه هي بتبني بتبني اساس لدولة اه انهار من من مئات بلاش نقول انهار يعني خلينا نبقى بستعمل تم استعماله لم تتم تنميته اه منهك منهك اه او متهالك اه متهالك ما تمش سيانته على الطريقة السليمة فبالتالي خلاص او توسع كان اسرع من البنية من توسع في البنية التوسع السكاني او التعداد السكاني كان بزيد اسرع من توسع في البنية التحتية المعدلات كانت مش 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 ماشية بنفس المعدلات اه خليني يعني يمكن زماننا في الاعداد بقولونا فيه اتصالات كتير اه يعني جاي لنا انا مش مش عايز اعتذر عن الاتصالات انما انا لانه انا شايف كمان على الصفحة جاي لي اسئلة كتير اه انه ناس كتير قوي بتسأل على معاش تكافل وكرامة يمكن حتى بيقولولي دلوقتي اه وقلت لكل المشاهدين ان بشرتهم انه وزارة اضامن اعلنت انه هيتم صرف اه معاش تكافل وكرامة بالتتابع الفترات اللي جاية فخليني كل مشاهدنا اللي بيتصلوا لان انا عارف انه يعني زماننا في الاعداد بيقولونا انه فيه اتصالات كتير جدا جاية للسؤال عن اه جزئية معاش تكافل وكرامة اكيد كلنا محتاجين اه نفهم اه انما كانت البشرة زي ما قلتلكم مرة تانية انه هيتم صرف اتباعا لما عاش تكافل وكرامة من الفترات اللي جاية والناس هتشوف ده وهتشوف تحصن في ده باذن الله ولو حد عنده مشكلة شخصية بعد ما اه يتم الاعلان عن الصرف في خلال ايام اه هيرجع يكلمنا فدي رسالتي لكل المتصلين اه للسؤال عن معاش تكافل وكرامة اه جزئية المعاشات تهم كتير اه من المواطنين انه اه غير القادرين اه اه اللي ما عندهمش اه بقى اسمأة مختلفة يمكن حتى بت اه معاش تكافل وكرامة معاش معاش بتسمي اسمي مختلفة عشان تساعد بيها الناس ده دور دولة في نطاق الاعانات اه انتوا شايفين انه اتجاهكم مختلف انتوا بتعينوا الدولة في استثمارات نزبوط استثماراتكم بتوصل لكام مليون تقريبا في مصر احنا بنتخطى عشرين مليون يورو سنويا عشرين مليون يعني تقريبا بالمصر دول كام اه تقريبا ربعمائة مليون جنيه ربعمائة مليون جنيه تقريبا ده رقم كبير تقريبا في اكبر طبعا بس احنا يعني بنادى نقول ان احنا عندنا ماركت شير محترم في مصر بيتخطى الماركت شير بتاع جرامفوس عن مستوى العالم اه اه يعني ما هو ده اللي عايز اقوله ده مؤشر ان استثمارات الدولة في الفترة الاخيرة اه مختلفة عن السنة اللي فاتت الدولة مركزة جدا في البنية التحتية مركزة جدا في مجال المية والصرف الصحي ومعالجة صرف الصحي ومحطات المعالجة ومحطات التحلية بتاعة مية البحر والقبار والزراعة وده مجالنا فبالتالي حصل طفرة ونموه في مبعاة جرامفوس ومشاريعها نتيجة توجه الدولة في ان هي ترفع كفاءة البنية التحتية طيب هسألك بصراحة يمكن سؤالها رجال من خمس سبع سنين ما كانش نفس الرقم ده اللي بيتم استثمار بيه في مصر احنا فتحنا في مصر جرامفوس ايجب فتحت في 2009 تمام ورقمنا النهاردة هو ثلاث أضعاف 2009 ده يعني ده سر متهقلي انت بتكلمني في سر نمو رهيب بالأرقام بالمستوى الشخصي دايما مصر على أجندة جرامفوس اه ده يعني انت بتكلمني انك بتكلمني بأرقام ان احنا كنا فين وبقنا فين وكانت دولار مختلف سعره نص تقريبا نص يعني انت بتكلمني كده في أربع خمس أضعاف كمان ده حاجة رهيبة جدا يمكن زي ما قلتلك انت يعني في قبل الفاصل انت صدرتلي تفاقل ان انا احس بالتفاقل ده بالأرقام كمان ان الدولة بقى فيها كمية استثمارات بالأرقام دي دي حاجة مبهرة الخطة بتكبر اكتر من كده كمان اعتقد العالمين مثلا مدينة العالمين المنصورة الجديدة اسوان الجديدة كل دي اسماعيلية جديدة كل دي بدايات لكن احنا ما زلنا بنعيش على تمانية في المية من مساحة مصر اه لا تاني لا اسمع احنا بنعيش على تمانية أو تمانية ومصة عشان يكون دقيق من في المية من مساحة مصر يعني مصر اعتقد مليون كيلو متر مربع تقريبا احنا عشان على تمانية في المية ويبقى يكون مصر كلها وعايشين في قوضة واحدة وزنقين اه بالضبط كده بنفس اللفظ في قوضة واحدة اه فالنهاردة التوسع اللي بيحصل في المدن الجديدة كان فيه لو فكرنا بيحصائيات حقيقية الاول اه يعني احنا عشان فعلا على تمانية في المية مش اكتب من كده سيبين مساحة اه انا اعلى اعلى من مساحة مصر مليون كيلو متر مربع لا اقولك حاجة تانية بقى يعني النهاردة كان فيه غلطة زمان بتتعمل النهاردة اعملنا العشم رمضان تمام او مثلا 6 اكتوبر جميل اعملناها مدينة صنعية والناس تروح تشتغل وترجع القاهرة مصدوط انت ما خلقتش مجتمعات عمرانية متكاملة انت عملت مصنع بعيد ورجعت فالنهاردة بقيت انا برضو مرتبط بالقاهرة صح انا برضو انا ما اعتبرش ان انا خرقت من الحيز الداي اللي انا مزنق فيه انا استفدت ايه ان المصنع بعيد وانا رجعت تاني البيتي انا عايز اسكن جنب المصنع اه النهاردة بقى اخد بقى مثال من اللي بتعمل دلوقتي مثلا مدينة الفرفرة الفرفرة فيها مجتمع زراعي احنا مرادين فيه تروبار كتير جدا فيه مدرسة انا بقيت ساكن وبشتغل وعايش وكل حاجة هناك والدولة وفريت لي كل حاجة الكلام ده ما كانش بيحصل مثالين سنين لأ كانت مدينة بتتبني جديدة وارجع تجري وترجع تاني بيتك زي الاستك كده تكسر تروح راجع تاني صح التطور ده فعلا ده يخل بالك ده جزئية مهمة جدا للمستثمر للمواطن للموظف صح انا مبني مدينة جديدة بس مرتبط بالمدينة القديمة ولا مبني مدينة جديدة وهنفصل على المدينة الجديدة النهار ده عمالنا احنا الكاهرة الجديدة صح صح بس برضو ما زلنا مرتبطين بالكاهرة صح لكن هنبني العاصمة الادارية وهنفصل عن الكاهرة نقدر ننفصل بقى خلاص انا ساكن هناك وعايش هناك وبشتغل هناك وعندك مجلس الشعب والرياسة كل حاجة والمطار وكل حاجة كل حاجة هناك مبني الادارية والبنوك وكل حاجة ومدارس فأنا عشت هناك وانفصلت بشغلي بحياتي بدونيتي بعدت عن زحمة القاهرة أنزل القاهرة كسايح أو لو بش عايزة أنزل بش عايزة أنزل خلاص أنت النهاردة عايش في عندك مستشفى ومدرسة كل حاجة أبرة في أبرة تتبني في القاهرة دار أبرة مجلس شعب عاصمة عاصمة دي يعني هي كنترول أو تحكم وحدة تحكم الدولة دفر التخطيط من 30 سنة أن أنا أبني مدن جديدة توسعة يعني أنا أبعمل أو بابني مجتمع عمراني متكامل زراعي بقى أو صناعي أو مهما كان فكرة الاكتفاء نفسها دي مهمة جدا في الثقافة ما كانتش موجودة عن دي أنا أعطى لك أن إحنا نهاردة عايشين على 8% ممكن نوصل لـ 20% في خلال 10 سنين نعيش إحنا عايشين في الثمانية في المية دول بقى لنا كم سنة تريد من يوم متولد سيبين فعلا على حد قولك وحد قول المصرحات شاهد ما شافش حاجة على سايبين للشقة كلها وعايشين في أوضة قال له هي الأوضة هي الشقة هي حضرتك آه هي حضرتك هي كلها أوضة فعلا ده إحنا عايشين في ده لكن نهاردة فيه يعني نهاردة العالمين الجديدة هيبقى فيها مجتمعات إدارية هيبقى فيها جامعات نهاردة خلاص أنا عايش في العالمين بشتغل في السياح مثلا وعندي جامعة بدخل أولادي وعندي مستشفى وعندي بيتي خلاص هرجع لك إيه اللي رجعني صح؟ إيه اللي للزيارات بس والكلام ده هيكون في الأجازات وخلاص وفي الكورونا مش هنزور حد في زل خلاص أونلاين كله أونلاين خلو بلك هي نقلت الكورونا نقلت ثقافة جديدة للمواطن فعلا لحقيقة الابتعاد والضرورات وإنك تزور في الضرورة ما يبقاش تجمع كده وعطاك الحكومة برضو هيخدت خطوات في البنية التحتية للتحول الرقمي آه إحنا موصلناش لدول زي دبي مثلا أو إن أنا قادر أعمل كل حاجة أونلاين بس أتليست قادر أطلع نهضة رخص قادر أطلع بطايا أونلاين ده بقى له فترة شغالين عليه وبتحاول برضو للأسف تغير ثقافة المواطن إنه يقف في الطبور خب بالك أنا عايش ده وبعاصر ده بتكتير من المواطنين معاهم الكريد الكارد أو البطاقة الإيتمانية بس بش عارف يمارس حياته عن طريق الإنترنت هو عايز يقف في الطبور ومازال عنده نفس الثقافة وبالك إنك تغير الثقافة دي أمر صعب أوه إنك تغير طريقة الحياة دي أمرها سهل إنك تغير ثقافة المواطن دي حاجة صعبة جدا ساعات تغيير الثقافة بيبقى بالإجبار صح زي ما احنا هقول لك بقى في كل حلول أنت مجبر أنت جبت فعلا يعني مربط الفرص النهاردة أنت غيرت ثقافة الزحام بالإجبار بس في الزل الحزر وفي ظل الدولة والشرطة أفلى النطاق إنك مش هتنزل أنا مضطر روح البنك أونلاين بالزبط بس يبقى فعلا ساعات الإجبار بيكون حل منطقي هو اللي بيخرجك من الأزمة طبعا وطبعا الأجيال اللي هي اللي أصغر مننا واللي طالعين الأجيال الجديدة أولادي مثلا نعرض التكنولوجيا عندهم ده سهل جدا هم أسرع آه لأنه هم متطورين أكتر هم يتعلموا بالشكل ده لكن إحنا ما كناش أجيالنا ما كنتش تعلم فيه اللي أكبر من عندهم صعوبة وإحنا اللي عايشين في النص فعلا ما بين ده وما بين ده بس بين واكب العصر بالحاول آه لحقنا شوية لحقنا شوية من التكنولوجيا دي آه طبعا آه من وجهة نظرك الشخصية شايف الأزمة دي هتعدي آه وهتكون مصر شكلها أي آه دايما آه أي أزمة الواحد بيتعلم منها فأعتقد آه أنت بالبان قد إيه أنت ناجح أو شاطر لما بتمر بأزمة واثنين وثلاثة فأعتقد دي أكبر أزمة مصر مرت عليها في آخر عشر سنين آخر خمسين سنة لا أهل أقول فيه أزمات صورات وفيه حاجات حصل كثير في خمسين سنة بس أعتقد أن الأزمة دي مختلفة مختلفة ذات الطبيعة مختلفة آه آه فالوزراء ورئيس الوزراء وسيد رئيس الجمهورية أعتقد يعني هم بقوا عندهم ثقة في الشعب ثقة في نفسهم أن هم يقدروا يديروا الدفع ويغيروا اتجاه مصر وأنا آسف وكمان عايز أضيف أنه كمان الشعب كتير منه بقى عنده ثقة في الحكومة وثقة في السيد الرئيس لأنه إحنا كنت بقول من كذا حلقة من زمان ما شفناش الترابط ما بين الدولة ومؤسستها وإنك تحس إنها خايفة على المواطن بتعمل ده مش طابع سياسي أو نتيجة صورة أو أو لا خايفة على المواطن ما تنزلش أنا خايفة عليه طب عايز تقزي نفسك ما تقزيش غيرك من زمان ما شفتش ده إحنا ممكن نسميها سقة بقى فيه سقة سقة متبادلة شوائي للحكومة والحكومة في المواطن صح فالسقة دي بتبقى دايماً على الشفافية على الوضوح على النهار ده رئيسه وزران بيطلع بيقول أنا هعمل كذا 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 عشان كذا صح فالحاجات دي كلها طبعاً بتدي سقة في الكرارات الحكومة وأنا ما عندي سقة في قرار القائد بقدر نفزه بحب ولما بشوفه بيشتغل زي ما أنت قلتلي في بداية الحلقة بشتغل وبانزل أشتغل نورتني المهامس إيهاب إسحاق بديتني طاقة إيجابية أسعدتني بس هاخد منك وعد كل ما هو جديد في التنمية في مصر توعدني أنك هتكون ضيف وتدينا الصق ده وتدينا شحن التفاق الجديد أنا طبعاً أول حاجة بشكرك أن أنت استضافتني وأنا باعتبر أنا الاستفادت الأول لا أنا باعتبر أن ديفه طبعاً فرصة عظيمة أنت تحت هلية طاقة الإيجابية دي مش موجودة عندنا بس موجودة عند ناس كتير قوي صح فأنا بحفزك أن أنت تقابل ناس تانية وتسمع من ناس قراء تانية مختلفة أعتقد يعني نص النجاح هو الطاقة الإيجابية صح ولما بتكون أنت عندك تفاقل بتلاقي كل حاجة حلوة حواليك كلام جميل بيختم بيه المهندس إيهاب إسحاق لقاءه معايا أنه لازم يكون عندك طاقة إيجابية لأن ده نص نجاحك بشكر المهندس إيهاب إسحاق المدير الإقليمي لشركة جرامفس بقول لك رمضان كريم عليك الله أكرم رمضان كريم على كل مشاهدنا بشكركم بعتذر لكل اللي ما سمعتش صلاته وما رضتش على أسئلته إنما في ظل الطاقة الإيجابية اللي أنا موجود فيها ومشحوم بيها هرد على كل الأسئلة وعلى استفسارات على صفحة دفتر أحوال بقول لكل مشاهدنا ابعتولنا على صفحة دفتر أحوال هرد عليكم إحنا قللاين معاكم 24 ساعة أي حد عنده استفسار سؤال استغاثة موجودين عندنا ما هو إيجابي ما هو سلبي بنشتغل على الناحيتين مش عايز أطول عليكم رمضان كريم واشوفكم في حلقة جاية مع ضفتر أحوال والسلام عليكم